أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الأخبارية وهذا أبرز عنوانها شهد إقليم شيف شاون في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الثامن من سبتمبر حادثة تسمم غذائي جماعي أصابت ما لا يقل عن أربعة وخمسين شخصاً من بينهم عدد كبير من الأطفال تعود تفاصيل الحادث إلى وليمة أقيمت في عزائي بدوار إصفار بتمروت إحدى ضواحي الإقليم حيث يعتقد أن الدجاج المقدم كان السبب الرئيسي في هذه الإصابات بدأت أعراض التسمم تظهر لدى الحاضرين بعد ساعات من تناول الوجبة ما استدعى نقل المصابين إلى المركز الصحي بتمروت ابتداء من الساعة الثانية صباحاً ونظراً لتدهور الحالة الصحية لبعض الحالات وخاصة الأطفال تم تحويل ثلاثة منهم إلى المستشفى الجامعي بطنجة لتلقي الرعاية الطبية الضرورية بينما تم توزيع باقي المصابين بين المركز الصحي ومستشفى شفشاون هذا الحادث المؤسف يبرز أهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية خصوصاً في مثل هذه المناسبات ويؤكد الحاجة لاتخاذ تدابير احترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين